مين قال انه مرحمة البرث خلصت؟ ومين قال انه رحلة الاختيار انتهت؟ ومين يجرؤ اصلا يقول انه قصة منسي ورجالته انتهت؟ الحكاية مكملة ما هيقل اساطير ما بتخلصش زيها زي رجالتنا في الجيش والشرطة لا شجعتهم ليها حد ولا قصص بطولاتهم بتنتهي ولا الدم نفسه يقدر يكتب لحد فيهم مشهد النهاية وما فيش دليل على كلامي ده اكتر من اللي قدمه مسلسل الاختيار المسلسل العظيم ده مش بس عرفنا ايه اللي بيحصل في سينة ومش بس عرفنا حجم التضحيات اللي بيقدمها الرجالة هناك ومش بس خلق قدوة وانتماء لاجيال جديدة لا ده اسبت بالدليل القاطع ان قصص الابطال ما بتخلصش زي ما اسبت برضو انه مصر ما بتنساش ولادها قادرة انها تخلت قصصهم وبطولاتهم وتخلي سورتهم وسيرتهم حية ما بيننا رغم الموت ورغم الايام كمان وهو ده اللي قدمته حلقة النهاردة من الاختيار فكرتنا قد ايه البلد دي والشعب ده كبار واحنا بنشوف ملحمة اعتراف بالجميل ليقودها عشرات الالاف من المصريين في جنازات الشهداء جنازات شهداء موقع موقعة البرث وغيرهم مش بس دي وغيرهم من شهداء الجيش دايما بتكون رهان جديد مصر بتكسبه فعز ملعده متخيل انه كسرك وانه هزمك وانه حيتشفى فيك يلاقي الشعب كله في الشوارع بيحضر الجنازات ويهتف ضد الارهاب والاهالي والامهات والاباء بيزغراتوا شفتوا ده قبل كده لا في مصر بس وبيصرخوا ويقولوا ان لو عندهم اولاد تاني هيبعتوهم للجيش ويحربوا في سينة وده كلنا شفناه واسمعناه بعدين لو موتت يا امي ما تبكيش رح اموت عشان بلدي تعيش هي دي عقيدة الابطال في الجيش والشرطة عقيدة رجالة مانسي مش بس كده ده مشهد الجنازات اللي بنعيشوا مع الشهداء بيقولنا ان دي عقيدة الاهل والبيوت المصرية كلها كل بيت بيقدم بطل وكل بيت بيقدم شهيد وكل بيت رافع شعار ما فيش حاجة تغلى على مصر علشان كده مصر اقوى وابقى عشان كده الاختيار واجعهم ونكد عليهم كل حلقة وكل مشهد من البداية حتى مشاهد الجنازات كانت انتصار كبير لمصر واولادها على الاخوان وديولهم واراجوزاتهم اللي دفعوا ملايين علشان يشوهوا صورة الجيش ويشككوا الناس في جيشهم يجي بقى الاختيار في شهر واحد في شهر واحد بتلاتين حلقة يضمر كل خطتهم ويحول ابطالنا لرموز واساطير ويكسب الرهان على انه الجيش والشعب ايد واحدة ولا عزاء للخوانة سواء كان في قطر او تركيا او مستخبيين زي الفران فاي خرابة تليق بيهم